شهدت مبيعات الهواتف المحمولة انخفاضا ملحوظا العام الماضي لماذا أريد أن أبدل هاتفي يعمل بكفاءة يصور يستعرض الفيديوهات كل الهواتف التي تصنع الآن ذكية كلها متشابهة أيضا بهذا الشكل فماذا يمكن لعملقة القطاع في هذا المؤتمر الدولي اليوم في برشلونيا أن يقدم شيئا مثيرا شيئا مبتكرا جديدا يدفعني لأن أتخلى عن هذا الهاتف وأن أشتريه جديدا دعونا ننظر إلى مثال أو اثنين لنرى ما إذا كانت ملفتة للانتباه العملاق الفلندي نوكيا على سبيل المثال كشف النخاب على سلسلة من الهواتف هذه هي نوكيا واحد ذات الخصائص المتواضعة مرورا بنوكيا ستة وسبعة والأخير أما إذا أردت أن تحظى بقمة السلسلة فعليك بنوكيا ثمانية سيروكو الذي تدعي الشركة أنه هاتف صلب لدرجة أنه لا يمكنك ثنيه مهما حاولت لماذا تريد أن تثنيه مثلا لكن ربما أبرز ما يميز استراتيجية نوكيا هذا العام هو الحنين إلى الماضي أتذكرون هذا الهاتف الجميل أنه نوكيا ثمانية ألاف ومئة وعشر الذي حقق نجاحا واسعا في تسعينيات القرن الماضي قد ظهر في فيلم ماتريكس عندما كان يستخدمه هؤلاء الفضائيون ويدخلون عبره ويرحلون عبر الزمن الآن قررت نوكيا إصداره مجددا وفي ثوب جديد دعونا نلقي نظرة عليه موسيقى 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 المترجم للقناة أما شركة سامسونج صاحبة النصيب الأكبر من سوق الهواتف المحمولة فلا يبدو أنها مغرمة بالماضي الشركة أطلقت هاتفين جديدين أولا جالاكسي S9 و جالاكسي S9 بلاس هذا متشابهاني طبعا لكن S9 بلاس هو أكبر بقليل يشبهاني S8 لكن الشركة تقول أن التركيز كله الآن هو على قوة الكاميرا وخصائصها يمكن للكاميرا أن تلتقط صورا أفضل في ظروف من الإضاءة الضئيلة الخفيفة جدا كما يمكنك يدويا تغيير فتحة العدسة لإدخال مزيدا من الضوء هذه الميزة ربما تعجب الكثيرين من المحترفين في التصوير لكن النقطة البيع الرئيسية التي تروج لها سامسونج هي قدرة الهاتف على تسجيل مقطع فيديو بخاصية ألترا سلو موشن أي الحركة البطيئة جدا انظروا مثلا إلى الفيديو تراهن سامسونج على قدرة هاتفيها الجديدين على إنشاء انظروا إلى هي الميزة الجديدة هي الإيموجي حيث يمكن للإيموجي أن يأخذ شكل صاحب الهاتف ها هو مقدم برنامج كليك التقنية على بي بي سي سبينسر كيلي وهو يجرب الخاصية يلتقط الهاتف صورة للمستخدم تتحول الصورة إلى إيموجي ويمكنك أن تغير سمات وملابس هذا الرسم المتحرك ينضم إلي عبر خدمة سكايب من جدة الكاتب التقني أسامة عصام الدين مرحبا بك يا أسامة نوكيا عادت إلى السوق هل انطفأ بريقها ما هي قوتها أمام كل ما نراه الآن في السوق من هواتف ذكية هل تستطيع العودة إليه؟ أهلا بك أستاذ أحمد بالفعل نوكيا عادت العام الماضي وفكرة إحياء النوكي لهواتفها القديمة هي فكرة ذكية جدا من وجهة نظري لأنها أولا تستغل عواطف ومشاعر الناس لهذه الهواتف القديمة وفي الوقت نفسه تطلق هواتف أخرى لتكون في الوقت نفسه هذه تحدث ضجة إعلامية مع الهواتف القديمة مع الهواتف الجديدة وفكرة الهواتف القديمة ليست بالمقام الأول لإحداث مبيعات لكنها كما ذكرت لإحداث مشاعر وتهييج مشاعر الناس لهذه العواتف القديمة طيب لماذا دائما تركز سامسونج على موضوع الكاميرا؟ عندما أطلقنا سامسونج جالاكسي اس ناين ما هو الجديد فيه؟ ما الذي يميزه عن الأيت مثلا؟ الذي يميز هاتف جالاكسي اس ناين واس ناين بلس عن هاتف جالاكسي اس ايت هو بعض الأمور البسيطة وليس تحديثا جذريا كما كان في اس ناين كما كان في اس ايت مع اس سيفن بعض التحديثات على الكاميرا كما تفضلت وهناك بعض الأمور في النظام مثلا سماعة استيريو مزدوجة وأخيرا من سامسونج مثلا رفع سعة التخزين الداخلية ورفع سعة الذاكرة العشوائية هو ليس تحديثا جذريا عن سابقه لكنه قد يكون خيارا ممتازا لمن لديه هاتف قديمة من سامسونج كما هاتف اس سيفن اس سكس ولكن لن يكون جيدا أن يرقي شخص لديه هاتف اس ايت لهاتف اس ناين لبعض الفروقات البسيطة بينهما طيب هل صحيح أن الأمر وصل إلى سقف التكنولوجيا لم يعد هناك شيء جديد بالنسبة للتكنولوجيا فقط الولاء للماركة الولاء للذكرى أو التفضيل اللوني مثلا والكاميرا هو الذي يتحكم بتفضيلات المشترين بالفعل أستاذ أحمد بحسب أرقام غارتنر مؤسسة الأبحاث ذكرت خلالها أن في الربع الرابع لعام 2017 انخفضت المبيعات الهاتفة الذكية لأول مرة في التاريخ بالنسبة 5.6% وهذا يعطينا فكرة بالفعل عن بطء نوعا ما في تحديثات التقنية والتقنيات الجديدة وأيضا يعني مدة شخص مع هاتفه الذكي فقد مثلا يحدث شخص هاتفه الذكي كل عام مرة وشخص آخر قد يحدثه كل ثلاث أعوام فقد تختلف المدة بين شخص لآخر وهذا ما قد يجعل نمو الهواتف بطيئا بشكل كبير في هذه الفترة بالنسبة لهوات التصوير هل يرغبون في التصوير مثلا عن طريق الهاتف أم يفضلون عن رصد هذه المبالغ لكاميرا احترافية؟ يعني هل هل الاستثمار في الكاميرا مجدي بالنسبة لشركة سامسونج؟ بالطبع الاستثمار في الكاميرا مجدي لشركة سامسونج وقد بالعكس يعني يستغني بعض الناس عن الكاميرات الاحترافية ويستخدم هاتفه الذكي يعني كل شخص على حسب احتياجه في حياته أنا مثلا قد لا أحمل معي في كل مكان كاميرا ولكني أحمل معي في كل مكان هاتف ذكي فلذلك الكاميرا ضرورة في الهاتف الذكي والكاميرا التقليدية الكاميرا الاحترافية قد تكون ضرورة في مشاهد أخرى خاصة أحمل لها خصيصا الكاميرا ولكن الهاتف أحمله في جيبي في كل مكان أشكرك من جدة وسامة عصام الدين الكاتب التقني